بمبادرة مميزة من جمعية شراكة العربية اليهودية في مدينة بئر السبع انطلقت دورة لتعليم اللغة العربية مخصصة للطلاب العرب الذين يتعلمون في المدارس العبرية في المدينة هذه مساهمة من أجل تثقيف الأبناء من أجل المحافظة على التراث واللغة العربية من أجل التكوين الاجتماعي من أجل التعاضض الاجتماعي وتمكين الأهالي في بئر السبع على ضوء وعلى خلفية التفوهات العنصرية والهجمات العنصرية أن نثقف أبنائنا بأن يحافظوا على لغتهم وتراثهم ووجودهم في هذه المدينة في إطار هذه الدورة التقى الأهالي مع أبنائهم في لقاء تمهيدي يهدف إلى بناء جسور من التفاهم والانتماء وتم استعراض خطة العمل التعليمية مع التركيز على أهمية تعلم اللغة العربية كوسيلة للحفاظ على التراث الثقافي العربي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الطلاب وأسرهم نحن من الناس الذين نظمنا عملية المشروع تعليم ولاد بئر السبع لغة العربية أنا مبسوط لحضور الأهل في قبال مشجع نتمنى نحصل على نتيجة مثل ما نحن متوقعين تعليم اللغة العربية مهم لأنه خاصة عرب بئر السبع اللي احنا أجيناها تقريبا من الشمال فيش أي إطار يجمعنا إطار اجتماعي تعليمي مهم جدا لعرب بئر السبع كثير مفيد أنا بنصح كل والد عنده أولاد يتوجه لجمعية شراكي يسجل أولاده يعني أحسن ما نخسر في المستقبل نربحنا اليوم أحسن ما نخسر في المستقبل أنا بعرف أهالي كثير اللي أجيه هنا قبل سنين كثير أولادهم بحكوش ولا كلمة عربي وفقدوا الهوية وفقدوا أولادهم تعتبر هذه المبادرة خطوة هامة نحو إعادة الاعتبار للغة العربية في حياة الأطفال العرب الذين قد يواجهون تحديات متزايدة في الحفاظ على لغتهم بسبب نظام التعليم العبري السائد في مدينة بئر السبع مقابل ازدياد مظاهر العنصرية